بطلتنا هي تشا بنت تخرجت من كلية الطب وتقديرها وشطرتها كانت مخلية الكل يحلف بيها لحد ما تجوزت وكررت تفضي نفسها لتربية أطفالها وبقت كل حياتها عبارة عن جوزها وابنها وبنتها وحمتها كمان وعلشان كده لما روحت لصحبتها الدكتورة في عيادتها قعدت تقول لها إزاي مستحملة كل ده سنجل انتي لازم تتجوزي فالتاني قالت لها علشان يعني يبقى زيك مواريش غير زن عيلتي لا يا ستي ففضلوا يضحكوا شوية وخلصت زيارتها ومشيت تروح ولسه بتفكر في كلام صحبتها عن إنها غبية علشان سابت الطب وقعدت في البيت لقيت واحد أغم عليه ومش قادر كمان يتنفس فتخضت وقالت اندهوا دكتور وبعدين قالت إيه دا طب منا دكتور فاسمعها اللي قاعد قصادها راح قيل للناس كلها معانا دكتورة يا جماعة فمسكوا فيها بقى تعالج الراجل ودي بصيت له من هنا وتناحت ما بقتش عارفة تعمل إيه وعلى طول سرخت فيهم يندهوا الإسعاف فوقتها جت وقالوا لها تركب معاهم بما إنها دكتور يعني فساعتها كان معاذي في الطريق واحد سمع الناس بيتريقوا عليها إنها دكتورة نصكم فخف على المريض ونطف العربية قال لهم إنه دكتور هو كمان ففعلا ساعد المريض وقتها وهي بقت منبهرة بيه وبعد ما اطمنوا على الولد وخرجين من المستشفى لقيتوا بيقول لها بلاش كدب بعد كده في الوظيفة بتاعتها وغلط تنتحي لشخصية الدكتور رحت قيل له انت فهمتني غلط أنا دكتورة فعلا بس بقالي حوالي عشرين سنة كده سيب المهنة ورحت ماشية تروح وأول ما وصلت البيت لقيت حماتها بتسألها كانت فين ولما عرفت إنها كانت عند صاحبتها النكحة د قعدت تقول لها فوقك بقى من النجاح بتاعها والعيادة وكل الكلام الحلو ده دي في الآخر واحدة فشلة ملكيش دعوة بيها معرفتش تعمل عيالة زيك فحست كلامها عبيت الصراحة ولكنها يعني كانت مقتنعة بنصه وهو إنها نكحة بنجاح حيلتها مع إن مش بيتمر فيهم يعني ووقفين ليها على الوحدة حتى بيزعا قولها لو الأكل نسيت تحط فيه ملح بس برضو بتحب تخدمهم بالزاد جوزها اللي فضلت تجهزه شنطته علشان سفره لمؤتمر تبع شغله ولحظت وقتها إن نظرة الشمس بتاعته محتاجة تتغير فراحت تاني يوم تجري تشتريه لوحدة جديدة من المول وساعتها تعبت قوي ووهم عليها كمان ولما فاقت لايت نفسها في قودة التوارئ في المستشفى فاتصلت بيه تقوله إنها تعبت ومحتاجين في المستشفى ووصي عليها راح قيل لها يعني أسيب رحلتي المهمة وجيلك فحست بالزند وقالت له لا بلاش ربنا معاك وراحت مكلمة مامتها تيجي وقتها فجات وعرفت إن عندها التهاب حاد في الكبد وده خطير جدا وكده حياتها في خطر فبقت مامتها منهارة جنبها لإنها تعبت بسبب دوة كانت اشترته لها من السوق فعادت البطلة تهون عليها إن مش هي السبب وأكيدها تبقى كويسة وفات شهر بقى على الكلام ده وساعتها بقى طلبها الدكتور تجيله وكانت عيلتها عرفوا كلهم فدخلوا له معاها فلقوا بيقولهم إن حالتها بايت أخطر ولازم تعمل عملية وهتحتاج كده متبرع وأنسب حد ليها هو جوزها فحمتها أول ما سمعت كده رحيت قالت لأ ابني لأ إزاي يعمل عملية والواطي جوزها قاعد يهدي في مامته حتى ما قالهاش سلامتك فمامتها تضايقت جدا ورحيت تعاتب حمتها رحيت البكحة قالت لها إن هي السبب في مرض بنتها فتتصرف بقى لسه الست بتقول لها ما هي طول عمرها بتخدمك أنت وابنك وفضلتكم على شغلها لقيتها بتقطعها برضو وقالت لها حتى بنتك سابت الشغل زمان بسببك طلع زمان البطلة وبعد تخرجها اشتغلت فترة في مهنة الطب ولكن كانت خلفت أصلا من فترة وبتسيب دايما ابنها مع مامتها تهتمي بي وفي مرة حصلت حدثة واتخبط فمن ساعتها البطلة شافت نفسها مهملة وثابت شغلها علشان ابنها فمامتها زعلت قوي من الكلام وحتى البطلة سمعت الكلام ده وكانت هتدخل لإن وقت الحدثة مامتها حاولت تحمي الولد وتصابت كمان فلحمتها أسيا كده رحت مهديها مامتها وقالت لها تسبع من حمتها الأهم جوزها والنواطي فعلا لإنه محاولش يقول حتى إنه عايزي ببرع فقعدت تهون عليها وتقول لها إن العملية خطيرة فعلا وحقوا يخاف مع إن من جواها حس وواطي حتى ولادهم بقوا يعيطولوا وقالوا له يتبرع لمامتهم رح ساعتها أخيرا حس على دمه وسأل مامته فهزقته طبعا وقالت له لأ فطنشها وكرر يعمل العملية ورح يتأكد من الدكتور ليها أثار جانبية ولا لأ فيعيني الدكتور افتكروا خايف على مراته قالوا لا لا لأ أنا خايف على نفسي فبقى أرفان منه قوي ولما كان خلاص هيمضي على ورق التبرع جات مامته وسواطت في نص المستشفى ومنعته وطبعا ما سدق وما مضيش وده كله شافته البطلة فبقت صعبانة عليها نفسها قوي حتى صعبت على الدكتور لما عرف اللي حصل من جوزها وحمتها ولكن من حظها في نفس اللحظة دي في واحد كان عمل حدثة ومات دماغيا فقاله قرروا يتبرعوا بأعضاؤه وبكده عرفوا ينكزوا البطلة اللي أول ما فتحت عينيها قالت له جوزها قرب لي كده ورحت شتماه فلما فاقت بقى وكانت أدخرج من المستشفى خلاص قال لها أنت فكرة قلت لي إيه لما فوقتي فقالت له إيه يعني رح عيل لها ولا حاجة أكيد كنت متخدرة ومش فاهمة بتقولي إيه رحت قال له بالعكس فهم كل حاجة بقولها ورجعت بقى قلبيتها وهي متضايقة من حماتها بس طبعا ما نطقتش ورجعت بقى تغدمهم زي زمان ولقيت أن برضو مفيش فايدة لسه كله بيتدلع عليها وحتى ملاحظوش أنهم بدأوا الأكل من غيرها فحست أن وجودها زي عدمه ومن تاني يوم قررت ما تعمل لهمش حاجة وكل ما حد يعتارت تقول لهم عاملة عملية وتعبانة ومش بس كده خدت الفيزة بتاعت جوزها وهاتك يا شرح حاجات غالية كل ده علشان مامتو بعتتها مشوار تشتري شنطة ليها براند فراحت شرية نفس الشنطة لنفسها فجوزها تجنن وكلمها يعتبها فقالت له أنها تغيرت وهتشتري لنفسها كل حاجة وتحبها مش هتفضل مستنية مامتو ترملها هدومها وحاجتها القديمة فاتصدم من تغيرها ده بالذات لما لقاها بالليل دخلت تلطشه بالقلم فسألها ليه بس كده قالت له ولا حاجة كنت متضايقة بس فبقى مصدوم أكتر وكلكم بقى ومامتو لما شفت الشنطة في ايدها قالت لها في الأول ايدا دي شنطتي ولا ايه رحت معرفها البطلة انو لا دي بتاعتها فالبكحة قالت لها تقليدي يعني والله برافو عليكي نصحة شبه بتاعتي بالزبط فصدمتها البطلة لأنها شبهها من نفس المركة يعني فقالت لها ايدا دي غالية جدا اشتريتها ليه على الأساس عادي يعني هي تشتري لكن البطلة لا فمعبرت هاش ومشيت على مامتها تفتر معاها ولقيتها فرحونة بتغيرها ده وبتشجعها كمان ترجع لشغلها فقعدت تقولها انها كبرت على الكلام ده بس لما دخلت قضيتها زمان افتكرت قد ايه كانت ضحيحة في الجامعة وقعدت بقى تحكي مع صاحبتها عن فترة الجامعة وافتكروا وقتها جوزها وحبيبته الأولى طلع ايه بقى جوزها ده كان مرتبط بواحدة وبيحبوا بعض جدا وكل الجامعة عارفة حتى هي وما كانش في دماغها اصلا جوزها ولا معجبة بيه بس من حظهم الفقري طلعتهم الكلية رحلة وساعتها وقعت وجوزها ده قال لها هسندك وسبقوا البقي للسكن وكمل حظهم الفقري بان صاحبة السكن قال ايه علت التدفية بتاعت القوت فقال يعني كانوا حرانين فحصل اللي حصل وقتها حملت في ابنهم الكبير وكده اضطر جوزها ده يسيب حبيبته وتجوزها هي فقعدت تقول لصاحبتها انها كان صعبان عليها البنت دي زمان بس دلوقتي لما تجوزت جوزها بقيت تقول ده ربنا نجدها نوسا ما تعرفش ان نوسا البت دي يعني حاليا تبقى عشيئة جوزها اصلا قابلها صدفة في امريكا ومن ساعتها وهم مرتبطين من وراها لأ وكمان بيشتغلوا في نفس المستشفى وعشان كده لما البطلة رحت تزوروا بقى خايف جدا لتشوفها ولقاها جايلوا تقولوا يكتبوا بيتهم باسمهم هم اللي اتنين بدل اسمه بس فرح ساعتها يقول لمامته فقعدت تقول له لأ طبعا وان ده مش من حق امراته لان البيت ده يبقى ورس من بابا فرح لها يقول لها انه رافض فقالت له ان بسببه وبسبب انها بقت في البيت نجح بالشكل ده في شغله لكن ما ينساش نفسه وهي كانت اشتر منه اصلا في المجال لولا اهتمامها بابنها وانه طول عمره شايل ايده من المسئولية ده اللي عطالها يعني وقالت له انها عادي جدا ممكن ترجع للشغل فقعد يضحك عليها فداقت جدا انه مش مشجعها عكس مثلا دكتور هاروي قبلته صدفة النهاردة ولقيته بينده لها يا دكتورة وقال لها كمان انه هيشجعها وانها تقدر ترجع من تاني فسبحان الله في رجالة تفتح النفس ورجالة تسدها المهم تحدته وقتها انها تنجح وهتشتغل كمان في قسمه في المستشفى ورحت فعلا بقت تذاكر ليل نهار علشان تقدم لامتحان الدكتورة المقيمين ونجحت فيه وجابت 49 من 50 فاتفاجئ ابنها لما لقاها معاه لانه كان برضو مقدم في الامتحان بس فاشل وجايب 45 بس فقالت له يتعلم منها بعد كده ودخلت المقابلة لايت الدكتورة معترفين بشطرتها ولكن ضد تعينها علشان يعني كبيرة في السن فقالت له منها من البداية دخلت كلية الطب علشان جابت درجات عالية مش اكتر وبعدين سبت المهنة علشان ولادها وما تقصرتش الصراحة بس في الفترة الاخيرة حبت المهنة من تاني واكيد تجاربها كامها تفيد شغلها فاقترعوا بكلامها وبدوا يتناقشوا لو يعينوها في قسمة تب الاسرة فوقتها شافت وراءها مين؟ عاشيئة جزها لانها رئيسة القسم ده فاتصدمت وعلى طول قالت له من مكتوبة عندها انها عاملة عملية في الكبد فاستبعدوها فاتطمنت وخرجت تكلم البطل وقالت له يلحق مراتك مقدمة على الشغل معنا في المستشفى فاتصدم واتطمن منها انها ترفضت فرجع وقال لها معلش مش قلتلك بقى هتترفضي فقالت له ان مش فارق معها على فكرة علشان يعني ما يشمتش فيها فلاقيته فرحان وبيقول لها طب يختي سفري كده مع صاحبتك يومين وريحي بالك من الهم ده فجهزت حاجتها فعلا وفي المطار خلاص لقيت المستشفى بيكلموها علشان تيجي تشتغل لان الولد اللي قبله مكانها دخل الجيش فجأة فبقت طايرة من الفرحة وتاني يوم على طول بقت في المستشفى فاتصدمت عشيقة جوزها لما شافتها بس حاولت تتعامل عادي اما جوزها بقى فيعيني كانها يغم عليه من الصدمة لا وكمان لان الدكتور بتعميراته اللي هو روي اتعين برضو فروح له بسرعة وقال له ارجوك ما تقولش ان احنا عيلة واحدة وكمان هبقى شاكر جدا لو قلت لمراتي ان الشغل تعب عليها فروح استغرب حقارته دي وقال له مش تعب ولا حاجة انا هتم بيها ملكشنت دعوة فالرجل اضغاز قوي واضغاز اكتر لما لقى عشقته ونقلت مراته لقسمه بدل قسمها فبقى كده وشه في وش مراته على طول لا وكمان في نفس القسم معهم ابنهم والكل عارف في المستشفى انه ابوه فهي علشان ما تكشفش عن علاقتهم بقيت تتعامل معاهم هم اللي اتنين كاينها ما تعرفهمش وبقى جوزها يطلع عينها في الشغل يمكن تتفش وهي ابدا مسكة في الشغل بيديها واسنانها وده اللي دايق حمتها علشان كده مش هتعمل شغل البيت وبنتها كمان بقيت متضايقة علشان بقيت تنسى موعيد الاكديمية بتاعتها وكلكم بقى وإحراج جوزها لها في المستشفى كومتاني كل شوية بقى يحرجها ولكن بقيت مستحملاء اما هو فبقى مرعوب من وجودها بالذات لما قرروا يروحوا يصهروا سوا لسه هيتصل بيها انها ما تروحش مع الباقي لقاها اول واحدة مستنية تحت وفي الصهرة لقى روي بيطلب منها تغني لهم فغنت وبقى الكل منبهر بيها فبقى مضغاز قوي الحقودي لا صفر وبعد ما خلصه كانت عايزة تركب معي روحه سوا لقيته عايز يركب لوحده فلما شافت روي ماشي بالموتسكل بتاعه قالت له خدني معاك ومسكت فيه فبقى مضغاز جدا قال يعني رجل شرقي غيور وهو البجح اصلا بيخونها المهم فضلت مع روي وكانت فرحانة الاول بس بعدين افتكرت معاملة جوزها طول اليوم وبقت تعيط من قلبها فروي سألها يالين كملة معاها اصلا ضحور العملية والوطيانة بتاعته معاها وقتها كافيلي خليها تخلعه فقالت له انها مش بتكرهه ومقدرة انه ما بقاش يحبها علشان بقالهم كتير متجوزين فروي رح اقل لها بس على قل المفروض يحترمك فالكلمة جرحتها جدا لان فعلا كلامه كان حقيقي جوزها عمره محترمها واللي غزها بقى ان في الصهرة وهم بيأكلوا لقيت زمايله بيشكروا فيه علشان بفهمهم ان امراته لما تعبت كان هيتبرع لها فيعني يخرب بيت الكد ده حتى ما عرضش عليها وكانها يعيط لما الدكتور قاله يتبرع فقعدت تضحك ولما سألوها عن جوزها قالت لهم ده مات وشبع موت فبقى متغاز جدا من كلامها وتاني يوم في المستشفى فلاقيت مسئولة البيت الجديدة بتكلمها تشتكلها من حماتها وزنها فدوى اضطرها وكتبت حاجة غلط في وصفة الدواء فهزقتها الدكتورة المسئولة عنها ودي تبقى حبيبة ابنها بس مخبيين يعني فالوات صعب عليه امه وقعد يقول لها تعاملها بشكل قلطف فقالت له ما لكش دعوانتا فرح بقى يهوين على ممتوه خلاص اللي كانت متضايقة جدا علشان الدكتورة قالت لها انها جهلة فقال لها بعد كده هيساعدها لما تحتاجه فما صدقت وفضلت كل شوية تتصل بيجلها فزهق وقال لها انه اساسا مضغوط فبلش تضغطه هي كمان فاتقامصت رح مصالحها على طول وقال لها على فيديوهات على يوتيوب من قناة طبية متخصصة هتتعلم فيها الاساسيات اللي هي ما تعرفهاش وفعلا بقت تتعلم منها كتير بس في مرة احتاجته ومعرفتش توصله فكلمت وقتها جوزها بعد ما رفض الكل يساعدها فقال لها مش جاي رح تخافت على المريض انه يموت ولا حاجة وقالت له لو ما جتش دلوقتي وساعدتني هافض حلوكتنا في نص المستشفى فجيزة الجزمة طبعا وحوره انه سمع كلامها ده خلى الممرضات تشك فيهم وبقى طالع اشعاية انهم في علاقة وبيخون مراته معيها وفعلا هو بيخون مراته بس مع التانية اللي رح جاب لها انسية الكده دية وناسة يرمي الفاتورة بتاعته فشافتها بالصدفة البطلة ودورت على نت وعرفت شكله وسألته عنه كمان فترعب وقال لها يوه بتدوري ليه كده بوصي مفاجئة عيد ميلادك فانبهرت انه اخيرا وبعد سنين افتكرها وهيجيب لها هدية كمان وقالت له يلا بقى ادي هالي فترعب من تاني وكذب وقال لها انه في المكتب ففرحت جدا وقعدت بقى تسعده وهو بياخد شاور وسألته وقتها على حبيبته الاولى وانها شغلة معاي في نفس المستشفى فقعد يستعبط وقال لها اه 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 انا شفتها اخيرها يعني بنسلم على بعض فقالت له عادي انا بسأل بس ودخلت تنمت طمنا كاي زوجة عبيطة ومش بس كده رحت تاني يوم تكلم سيون وتعتذر لها على اللي حصل في الجامعة وقالت لها انها فعلا اسفة فالتاني قالت لها ولا يهمك يا حبيبتي ما انا خدته منك بعد ما تجوزته بس بسرها يعني وراحت بعد ما خلصت خرجت لهاية الراجل ده حالته حرجة جدا وبيحاولوا ينقذوه فبسرعة ساعدتهم وكان ده يعتبر اول مريض ليها وهي بتساعدهم علشان ينقذوه شافت جوزها بيدحك لسيون وواضح كده ان علاقتهم مش بس سلام زي ما قال لها وكلكم بقى ولما شافت الانسيال في ايدها اتخضت لدرجة حطت ايديها على جسم الراجل واتكهربت فاغم عليها بس انقذت الراجل بحركتها دي وعلى طول لما شافها جوزها كده خف عليها وجاري يشيلها فعلشان كده اضغازت سيون لما شافته وعلى طول قلعت الانسيال فلما قامت البطلة تتأكد لقيته مش في ايدها ففرحت جدا وفرحت اكتر لما عرفت ان جوزها خف عليها مغفلة يا حبيبتي انتسمك علا ولا ايه المهم انها بعدها رحت تطمن على المريض اللي قال لها انه بيدين لها بحياته لانها الوحيدة اللي صممت تنقذه وعلشان كده سمع كلامها وكرر يعمل العملية فاتبسطت جدا ولما روحت لقيت جوزها جايب لها الانسيال فاتبسطت اكتر ورحت بقى للمستشفى فرحنة بي فشافته وقتها التانية رحت ساعتها للبطل مهزئة انه ازاي جايب نفس الهدية لها والمراته ربع بجحتها في حياتي ومش محتاجة حاجة تاني المهم انه قاعد يبرر لها انه اضطر يعمل كده علشان شافت الفاتورة فاتبسطت جدا واتبسطت اكتر لما عدت على بنتها تاخدها من الاكاديمية ولقيتها كالعادة مش طيقاها وآه طلعت كمان مخلفة من البطل والبت ولا بتقها ولا بتقي ابوها علشان عارفة طبيعة علاقتهم وانها كده بنت غير شرعية والمراضي فضلت تزعق لمومتها وانها دايما بتخبيها وبتخبي كمان نفسها فعلشان كده قررت مومتها ترجع تلبس الانسيال وبقت تطلع عين البطلة في الشغل لدرجة صعبت على روي وقال لها تاخد بالها من صحتها لتتعب من تاني فطم نتو انها بتاخد الدواء مش على طول بس بتاخده يعني فقعد يقول لها انها لازم تاخده في وقته وهو هيتابعها برضو فطم نتو ورحت لشغلها وكانت تاني مريدة ليها ست كده تسجنت عشرين سنة بسبب انها قتلت جوزها وحاليا تعبنة جدا ورفضة تعمل العملية فقعدت تقنعها تعملها وهي ابدا مش راضية فصعبت عليها وقالت لهم يفك لها الكلبشات حبة فعملوا كده فعلا وسبتها الضبط معاها علشان تريح شوية فوافقت وفضلت جنب الست فساعتها طلبت منها سيون شغلك العادة فقعدت تفاهمها انها مشغولة ودي ابدا مصممة تشتغل لها فللأسف وقتها انشغلت والست هربت فطبعا الدنيا تقلبت لحد ما لقوا الست وكرروا وقتها يعقبوها فكررت وقتها تستقيل من نفسها علشان هي مش دكتورة حقيقية فقال لها رويلا مترددة تستقيل فعلا وطبعا جوزها لما قالت له فرح جدا بالخبر واتصل بعشيته يعرفها ففرحت هي كمان اللي ما فرحش بقى الراجل ده اللي كان عمل العملية وفرحان بيها وعلشان كده كرر يتبرع للمستشفى بعشرة مليار وون رقم ضخم جدا وقال لهم ان ده كله بسبب البطلة ومش بس كده قال لهم كمان انه لو عرف ان المستشفى دي سمحت لها تمشي ليلتهم هتبقى سودة فبقى جوزها عايز يعيط على حظها ده اما روي فرح لها وسألها لو هتسيب الشغل فقالت له انت عبيت لا طبعا فاتبسط جدا جوزها بقى اللي زعل هو والتانية اللي عرفت ان ابوها مات فخدت بنتها ورحت على جنسته فساعتها اخوها قعد يقول لها انتي جتي ليه وطردها نوعا ما طلعت البت دي بنت عيلة غنية جدا ولما خلفت من غير جواز وعرفوا اهلها فقررت تبقى جنبها اما بقى البطلة فسعبت عليها الست اللي كانت هربت دي وسألتها رحت لفين وعرفت ان وقتها كانت بتدور على واحدة شبه بنتها وعادت تسأل نفسها يطرى لو بنتها لستعيشة هتكون عاملة ازاي فدورت لها عليها ورحت تزورها لايت بنتها الاول مش عايزت قبل مامتها بعدين قعدت تعيط علشان زمان كان باباها بيصبحهم ويمسيهم بعلقهم اللتنين فشفت مامتها في مرة بتخبي سم رحت وغداء وحطا في اكل باباها فهي كده اللي موتته لكن اللي تسجنت مامتها وعلشان كده حسة بالزنب نحيتها فقالت لها انها لازم تزور مامتها وهتسمحها عادي ففعلا رحت لها والست وقتها قررت تتعالج وقادي كده مريض كمان ساعدته علشان قلبها الطيب وهي بقى في المستشفى شافت الانسيال في ايد سيون فلسه هتشكي لقيته في ايد بنته كمان رحت ايلا لا بقى ده اكيد ترند وعلشان كده معانا كلنا ما تعرفش ان جوزها هايس مع التانية وكان سهران معها في الفندق واللي شافوه موقتها البنت دي حبيبة ابنها واتصدمت بس سيكتت معرفتش حبيبها حاجة وكمان شافهم روي فراح ساعدها تدايق قوي عشان البطلة وقال للبطل انه مش حابب انه يستخفل ميراتو فقال له بص يا حبيبي خليك في حيالك وبقى يعامل ميراتو وحش جدا علشان تدفش ويخلص بقى من التوتر ده فصعبت على روي وقتها وكان هيقول لها اللي يعرفه بس بعدين مرضيش وسيكت وانشغلت هي بقى في كذا حالة فوقتها معرفتش مدرسة بنتها تكلمها فاضطرت تكلم جوزها وساعتها عارف المصيبة طبعا هو دكتور وابوه كان دكتور ومخلي ابنه دكتور وكمان متجاوز البطلة دكتورة فاكيد مستني بنته اللي بسانوي تجاهز نفسها علشان يكمله شجرة الدكاترة بتاعة العيلة فاتصدم ان بنته بتجاهز امتحان كلية الفنون فقال ايه فنون ليلتكو سودا ورح مدغدخ كل اللوح بتاعتها فلما رجعت الست يعاني لقت بنتها مقتولة من العياط وجزها مبهد للدنيا ورمى في الزبالة الحاجة كلها فرحت يعاني تلمهم لبنتها وعادت تقوله يسيبها برحيتها تختار مجلد راستها وما يعملش زي ما عمل مع ابنهم ودخلوا الكسم بتاعه غصب فالوطي رح قيل لها لو عايزاني بقى سيب بنتنا في حالها سيبي الشغل فقالت له انت عبيت طز فيك انا هعرف ادعم البت وقالت لها تطمني انا معاك فما صدقتهاش لان الكلية تحتاج فلوس كتير للتقديم فقعدت تنفخ في نفسها وقالت لها عيب عليكي سيبي الموضوع علي بس اتصدمت بعد كده لما عرفت المبلغ المطلوبة ومهما تحاول تجمع المبلغ ما عرفتش حاولت تطلب صلفة من حامتها قالت لها لأ وقاله عرافك وتلككت بمرضها علشان طلعت عندها سرطان وتحجزت في المستشفى فساعتها طنشت وشفت قصادها بالصدفة بنت سيون ولقيتها هي نفسها صاحبت بنتها فشكت ان في حاجة بعدين قالت لا 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 يمكن دا جوزي دا مفيش فأمانته بس يعني علشان تطمن سألت سيون مين جاب لها الانسيال دا فالبكحة رح تقيللها دا جوزي وهيكون لها احلام واماني نسيت نفسها العشيقة المهم ما تطمنتش بطلتنا برضو ورحت تسأل بنتها لو تعرف اهل صاحبتها متجاوزين ولا لا فقالت لها بصي معرفش تقريما متطلقين وعدت تقول لها تساعدها في الفلوس بتاعت الدراسة بدل ما شغل بالها بالناس كده فدفق كرها بالفلوس وكررت تاخد كارد بما انها شغالة دلوقتي فهينفع ولما رحت تاخده من البنك لايت في مبنى متسجل باسمها ومتاخد عليه كارد من حمتها فاستغربت بس طلبت كارده خلاص وعرفت تساعد بنتها بي ففرحت بيها قوي وتاني يوم في المستشفى عرفت سيون ان روي عرف بعلاقتها مع البطل فرحت تقول له يقول للبطلة فقال لها انه كانها يعمل كده بس رجع في قراره علشان مش نوي يدمر أسرة بسببها وفعلا كان راح مخصوص للبطل عند بيتها علشان يعرفها بعدين قال بلاش وسكت والبطلة اصلا ما كانش في دماغها يعاني خالص كانت مركزة مع الدكتورة اللي بتشرف عليها واللي عرفت انها تبقى حبيبة ابنها عن طريق انها دخلت قضتها بالصدفة وشافت سعته هناك ولما سألته عنها قال لها ده في بيت صاحبي يا ماما فبقت من جواها عايزة تقول له صاحبك برده وبقت قاعدة بقى تتخيل لما يتعرفوا وازاي البت دي هتتنمر عليها ومش هتحترمها دي حتى لما عرفت انها دخلت قضتها ونظفتها هزقيتها فبقت رفضة خالص علاقتهم بس معرفتهوش انها عارفة اصلا واهتمت بقى بمرضها الجديد وكان ولد لسه متجاوز جديد وتعبان جدا بس مراته وقف جنبه اهلها بقى اللجوم وطلعوا عينه وقعدوا يقولولو يطلق بنتهم علشان ما يطلعوش عيالهم وغضين المرض ده منه فاكتأب فساعتها طلبت من الدكتورة دي تطلب له استشارة من الطب النفسي فقالت لها ما تكبريش الموضوع يا ولية فبقت متأكدا ان الود ده مكتأب وبان جدا بقى لما طلع على سطح المستشفى وحاول ينط من عليه فعلى طب طلعت ورات منعه ولما سمعوا الكل طلع البطل وروي يجروا عليها وساعتها لقوها بتنزل هي والواد اللي غفلها فجأة ونط فبسرعة مسكت فيه ووقعت معاه فترعبوا روي وجوزها عليها بس جات سليمة وانقزوها تحت فمن الفرحة حضنوا بعد اللي اتنين بعدين نزلوا جري عليها ولسه البطل جاي يمسكها يطمن عليها جري روي واخدها بالحضن وصد الكل فاتصدمت هي وجوزها وكل المستشفى اللي بقوا انطلعين اشاء عليهم هم التلاتة انهم في مسلس حب اكيد وبقى الكل حرفيا شكك فيهم حتى جوزها نفسه حس اخيرا باهتمام روي بيها وبقى يرميلوا كلام ما يعرفش انها مش واطية زيه ومش في دمانها اصلا الحوارات دي وكل اهتمامها كان المريض بتاعها وخدته توريء المستشفى فيها قد ايه مرضى من اطفال لناس كبيرة في السن كلهم بيحربوا علشان يعيشوا فليه هو عايز يفرد في حياته كده ففعلا اللي عملته ده ادي له امل في الحياة بالذات ان امراته بتدعمه اما بقى جوزها فلقى سيون بتعزمه على العشاء وكانت بنتهم اللي اقترحت الحوار ده فراح وحاول ساعتها يحسن علاقته ببنته فهب لقى بنته التانية من تشاه دخل عليهم مصدومة طلعت بنته من سيون خليته يجي النهاردة علشان تعرف بنته الحقيقة لانها خلاص قررت ما تستخبش تاني فاتغز منها قوي اما بنته فجريت على البيت مصدومة واول ما قابلت جدتها قالت لا تيتا قولي للصراحة انتي ليه ما ربيتيش ابنك وصدمتها بانه بيخون مامتها ومخلف كمان فالستة بقتها تتشل وععدت تضربه وقالت له تاني تاني يا منايل يعني عملتها اول مرة وجوزناك هنعمل ايه تاني فيك فعاعد يبرر لها انه ما كانش قصده ومعرفش من سيون اللي متأخر انها حامل فاتصدمت لما عرفت ان عشقته هي سيون اللي في المستشفى بعتت له رسلاء قابلها زي ما بيعملوا كده كل شوية علشان يحبوا في بعض فساعتها مين شاف الرسالة ابنه ورح للمكان اللي مكتوف في الرسالة ويعني هو كمان اتصدم فابوه وساعتها وجهه وسألوا عن علاقته بسيون فقال له اختك الواطي قالت لك فاتصدم ان اخته الصغيرة عارفة لأ وكمان جدته نايسومه بقى اللي حاول على قد ما يقدر ما يعرفهاش وقال له ينفصل عن سيون بسرعة فبقى الراجل محتز حرفيا ومرعوب لمرطه هي كمان تعرف وسبحان الله قرع على نفسه لانها في نفس اليوم بالليل شافت ممرضة بتتفرج على سور سيون ومنبهرة بيها بتخرج فين فبصت هي كمان ولايت ان كل مكان هي متصورة فيه نفس التاريخ كان جزء هناك حتى لما سافر كانت مسافرة نفس الحتة في الاول يعيني محبتش تظلمه وزالت الممرضة على المؤتمر اللي سافره فقالت لها ايه ده ما كانش فيه مؤتمر قريب اصلا فعرفت انها حتى لما اغم عليها وكانت بتموت في المستشفى الواطي جزها اللي ما شافش ربع ساعة تربية كان مسافر مع عشقته وبقت تتأكد بقى من كل التاريخ وهي مأهورة من العيات وتقهرت اكتر لما شافته بعيت لها انه عمل لها عيد ميلاد مفاجأة ففهمت انه بيعمل كده علشان يغفلها اكتر لان مش عوايده يعني يكون رومانسي فراحت وهي مش طايقة نفسها لدرجة انهم بعد ما طفوا الشمع مسكته من راسه ضرابته في التورتة ولما تخضوا قالت لهم ايه جماعة بهزر مع ابوكم هزرش يعني فكلهم طبعا خايفين منها فقالوا لها لأ طبعا هزري براحتك وفي الطريق وهم راجعين افتكر فراحهم سوا فأمه مش تمسك لسانها لقالت ان يومها ما كنتش راضي عن اي حاجة فده جرحة جدا وما بقتش قادرة تستحمل لدرجة عياطت وقالت له ينزلها ففعلا نزلها ومنزلش وراها ففضلت بقى تعايت لوحدها في الشارع انها عيشت كل ده مدحك عليها ولما روحت فضلت تدور على ازاي تنفصل عنه وتثبت خيانته ورحت كمان تسأل محامية فقالت لها انها لازم ادل على اخيانته فلما الكيوت بنتنا سألتها ما ينفعش ننفصل من غير فضايح قالت لها للأسف ما ينفعش فعرفت ان كده مفيش فايدة وقررت انها على قل دلوقتي تبعد عنه في البيت وقالت لهم ان هي كده تتنقل للمستشفى علشان يبقى الشغل اسهل عليها وفعلا جمعت حاجتها ومشيت بعدما سلمت عليهم كلهم فبقيت ممت وحسة انها عمرها ما هترجع وصدق يا حاجة بروفو عليك المهم بعدها بقى عرفت ان في رحلة لما كان ريفي هيعملوها كتطوع فعلى طول اشتركت اهو تروأ دماغها شوية فلاقيت جزها لغيتت جاي وراها ورده وبقى طول الرحلة بيحاول يتكلم معيها وهي ابدا ولا معبراه وفضلت تكشف على المرضى واعجب بها زميلها جدا لانها فعلا كانت بتهتم بالناس قوي زي مريض السكر ده مثلا لما لقيت رجله مش نظيفة على طول نظفته له بنفسها ووعدته انها تيجي تزوره على طول فما صدقهاش بس سأل لها ماشي وعلى بالليل كده وهم بيتعشوا فضلوا يشربوا فجزها لما شاف روي بيشرب كتير براحته قرر يتحدى وهو اصلا كسين وبيغم عليه ففضل يشرب ويشرب لحد ما ضعه خالص وراح ماسك المايك قدامهم كلهم وقال لها يا بو مالش اندى مكت شوية قصدي يعني ان هو نده لها عزيزتي بس بالكوري فالناس قالوا بس يبقى بيخون مراته فعلا معايها فهو بقال لهم لا مدي مراتي وراح لها يمسكها بقت في نص هدومها طبعا بس على طول مسكت المايك وقالت لهم اوكي يا جماعة جوزي فضحني سوري اني خبيت عليكم في الاول يلا بينا نغني دلوقتي وفضلت تغني لهم ومعلومة يا جماعة البطلة مغنية في الاصل المهم ان الكل اتصدم حتى الدكتورة حبيبة ابنه اتصدمت برضو علشان شافت على موبايل الواد فيديو هو بيحتفل مع البطلة بعيد ميلادها فعرفت انها مامته واتدقت انه ما قلهاش بس تاني يوم لما حبي يبرر رحت ايلاله وانت هتقول لي ليه كده كده مناش مستقبل مع بعض مش هتكون حماتي يعني احنا بنتسلوا بس يا حبيبي فجرحوا كلامها قوي وقال لها ان داعي بها عمرها ما حست ولط عطفت مع غيرها فزعلت هي كمان قوي اما بقى الباقي فبالليل كده جات لهم وهم كلهم شاربين ست بتولد ففضلت تشجع جوزها وتفوقوا علشان يعمل العملية بس حتة حمار وما كانش مركز ولكن بعدين قدروا سوا بالذات بمجهودها يولدوا الست وصحة الطفل كانت كويسة وعلشان كده جنباقي ناس اللي ساعدتهم اتشاة مع الست دي وشكروها قصادهم كلهم فتأكدوا انها نجحت في الشغل بمجهودها مش علشان مرات البطل الا اول ما رجع من السفر لقى سيون متضايقة ان علاقته تكشفت بتشاه فقال لها انه كان شارب بقى معلش رحت قالت له طب انت مش ناوي بقى تطلقها ولا ايه فقال لها ان امراته مغلطتش في حاجة علشان يطلقها هو اللي حقير فاتصدمت فيه وقالت له انت برضو بتتخلى عني تاني وعلشان كده يتنفصل عنها يعني وبقت من ساعتها بقى تطلع عين اتشاف الشغل كل ده وهي مش عارفة مستحملها ازاي وكمان شافتها على بالليل كده في المستشفى بتجري بسرعة مع جوزها ورايحين لحتة فمشيت وراهم لقيتهم عند اكاديمية بنتها ووقفين مع صاحبتها فاتصدمت ان البنت دي تبقى بنت جوزها واللي حصل بقى انها تخنقت مع بنتها فبنتها رحت موقعها ضربوها فاشتكت لممتها سيون وجي البطل معيها فكل ده يعيني كان صدمة ليها وان كمان ولادها عارفين فساعتها بقى نهارت قصاد المستشفى لما رجعت فشفتها وقتها حبيبة ابنها في الاول تنشتها بعدين صعبت عليها وخدتها بالعربية يلف وساوا وساعتها قالت لها انها عارفة خيانة جوزها ليها فاتشت اكدت انها مغفلة لان حرفيا جوزها مفضوح والكل كده كده عارف وكالعادة قضت طول الليل بتعيط بس المرة دي بقى صحيت فيقالهم واول حاجة عملتها رحت لسيون في نص الاجتماع مع باقي الدكاترة وقالت لها طلعيلي برا عيزاكي وخدتها على مكتبها كمان وقالت لها كمان كلمي جوزي ييجي ولما تنحد قالت لها خلاصي فلسه بتكلمه ورحت واخد منها الموبايل وقالت له تعاليلي فالراجل ترعب ومش يعاني لان ده احسن عادي ورح لهم بقى مرعوب زي الكاتكوت المبلول لأمراته عارفة كل حاجة وقالت لهم من الاخر كده شهر واحد بس وتسيبي المستشفى اما بقى جوزها قالت له اصبر علي لما فولك اكتر ورحت ساعتها مسكمها الزقاف مكتبه بهديلته وحتى سمعها وقتها روي فصعبت عليه لانها كانت منهارة من العياد ومجروحة ان حتى ابنها عرف وبقى اتزعلانة في الاخر ان صورة باباهم اتهزت في عينيهم الستة دي اطيب من بقى سلطان المهم بقى انها رحت واخد ابنتها متعشية معاها وقعدت تفاهمها انها مبسوطة وما تتضييش علشانها وكمان بلاش مشاكل مع اختها من سيون وتئزيها لانها احسن من كده ورحت بعدها بقى تقعد مع صاحبتها اللي بقيت تشتن في جوزها علشان عرفت اللي حصل ولما رجعت بقى للمستشفى لقيت سيون متعصبة عليها وبتقول لها انها مش هتمشي ولو حد المفروض يمشي يبقى هيا وكمان عرفتها ان بنتها بسبب ضرب بنتها ليها ايديها تصابت ومش هتعرف تقدم في كلية الفنون السنع دي فصعبت على تشا بس سألت لها ان اللي حصل ده من الاخر اللي بنتها ده حصل بسببها هي فما تلومش حد ورجعت بقى لقودتها اللي كانة من كل التعب ده ويا دوبك نامت روح السكن كله والع وساعتها روي عرف انها لسه في قودتها فدخل بسرعة وانقذها فجي جوزها جري هو كمان ولقى شايلها فاخدها منه وطلع بيها لبرة ولما فاقت ولاقت هو اللي شايلها رحت زق ابعد عنها ورحت بقى لابنها اللي فضلت برضو تطمن فيه انها كويسة وما يدقش علشانها فساعتها سألها تعد فين فقالت له مش هترجع البيت اكيد هتدور بقى على اي حتة وخلاص في سانيتها بعت روي رسالة على جروب الدكاترة ان بيته قريب من الشغل ومفتوح لو اي حد عاوز يجي يقعد عنده عبال المبنى ما يتصلح فراحت حبيبت ابنها خدتها ورحوا سوا ولم عرف كده جوزها بقى هيجرالوا حاجة لدرجة انه هم بيفرقوا بين اتنين دكاترة كانوا بيتخنقوا هم اللي مسكوا في بعض فبقى الكل بيتفرج عليهم ومش عارف هم بيتخنقوا ليه بس ستشاة اول ما شافتهم زعاقت فيهم فبقى جوزها مضغوز منه قوي وعلى بالليل كده لقوا هم اللي اتنين مصيبة اكبر اخر مريضة لابنهم نوعا ما غلط في الكشف بتاعها فماتت فلما راحت البطلة للجنازة اهلها بقوا مقهورين من العياد ففضلت تهدي في الام وتطلب منها تسامح ابنها ومشيت وهي بتعيط هي كمان اما ابنها فكل ده كان مصدوم انه غلط لانه من البداية اصلا محبشوا الكسم ده ودخلوا غصبة علشان باباه وراح في الاخر للجنازة وفضل يعتذر فصعب على اهل البنت اصلا ومشوه من غير ما يضربوا حتى وبعده بقى جي روي اللي كان شاف كل وراء المريضة وقعد بقى يشرح لهم ماتت ازاي وان دي مش غلطت الدكتور اصلا لانه لاحظ غلطه في الاول وعملولها العملية ولكن للأسف ماتت موتت ربنا فساعدها قرره مايرفعوش قضية فالبطل الواطي ما كانش يعرف وقتها وطبعا كان عايز يحمي ابنه والكسم بتاعه بارده فراح قال ان دي غلطت كسم سيون فبايت ارفنا منه قوي وفهمت اخيرا انه حقير وهو فعلا كان حقير لدرجة انه قدم بورق ميراته علشان ياخد عربية باسمها لزوي الكدرات الخاصة لانها بتتصنف كده طالما عملت عملية في الكبد فساعدها لما شفت الورقة على العربية بتاعته صعبت عليها نفسها قوي لانه الاخر لحظة بيستفد منها برضو وعلشان كده لما رجعت البيت تعمل اكل لعيلتها يمكن تفرح ابنها شوية وتخرجه من اكتئابه لقيته بيطلب منها يرجعه رحت ايلاله انها بلغت عنه علشان مش من حقه يركب العربية دي ومش بس كده طلبت الطلاق كمان فالراجل من الصدمة اغمى عليه قال يعني بيحس فيعيني الغلبانة قلقت عليه في الاول بعدين افشت انه بيحور وبقى تاني يوم تايه في الشغل جدا من كتر ما بيفكر في الطلاق وقال يعني عايز يضحك عليها وكل شوية يبعت لها رسالة رومانسية وحاجات كده ما عملهاش وهم صغيرين الرجل الناقص فبقت ارفن منه جدا وطنشته وبقت تركز في شغلها وكمان ركزت على مامتها اللي لقيتها لسه بتتوجع فخدتها معاها تعمل فحص وعرفت انها تعبنة جدا فعلى طول دخلتها المستشفى ومن حسنة حظها الدكتورة المسؤولة عنها كانت سيون فطلبت على طول من مامتها تغير الدكتورة فقالت لها ليه بس يا بنتي دي الدكتورة بتاعتي لطيفة جدا وفعلا كانت مامتها حباها وكل شوية لما بتشوفها بتسلم عليها فبقت مدية قوي علشان مش هتعرفت وقول لها الحقيقة وفي نفس الوقت طلبت من سيون تسيب مامتها فقالت لها ملكيش دعوبية فبقت محتارة مش عارفة تعمل ايه وكلكم بقى ولما لقيت جزها بيدلع في مامتها كم تاني الستة نفسها كانت مستغرباء لانه طول حياته كان برد معاها بس اختلف دلوقتي بقى وخدها كمان يعزمها على العشا فبقوا مستغربين كلهم مع عدل بطلة فهمت انه بيعمل كده علشان يضحك عليها بس بردو طنشته مامتو بقى اللي قامت تخسل ايدها في المطعم وبالصدفة شافت العجوز اللي ماشي معا مساحباء يعني قاعد مع واحدة تانية فرحت تسأله دي مين طلعت دي حبيبته بردو فمسكو في بعض والكل تلم عليهم وفي نص الكلام قالت لها انتي بقى اللي ابني خان مراته مع الدكتورة زملته فمامت البطلة لما سمعت الكلام بقت مصدومة وعرفت ساعتها لي طلبت منها تغير الدكتورة بتاعتها وساعتها سألتهم هما الاتنين يقولولها الحقيقة فحاكلها اللي حصل فبقت بنتها صعبان عليها جدا لدرجة انها قدت البطل هدايا هو وامه وقالت له انها قالت انها برضو عالم معفنة اكيد في هدف ورا الهدايا دي فالبجح بعد كل ده قالها اقناعي بنتك بقى ترجع لي طيب رحت قالت له يا جزم تيل جزم انا مالي انتو احرار مع بعض طبعا هي مالتش كده يعني لانها كيوت بس انا حطيت التطش بتاعي المهم انها ساعتها قررت تمشي من المستشفى علشان ما ينفعش تفضل فيها وقعتها وفقت وعملت العملية وبقت كويسة وشكروا هم اللي اتنين سيون وكمان ممتها نصحيتها تعيش لنفسها والبنتها بعد كده علشان تبقى فخورة بحياتها فعدت تعيط لانها فعلا ضيعت من عمرها كتير مع البطل اللي تصدم من مراته انها مشي في اجراءات الطلاق وقعد يشرب بالليل كتير فاللي شفيته كده سيون فبقت اخيرا شايفة شخصيته الحقيقية وانه راجل عبيت عادي اما بقت شايفة تاني يوم روي فرحها انه اخيرا هيعرف عيلته الحقيقية لانه كان متبني كل دا وعيش كل دا في امريكا وخدها معاه كمان يقابلهم فلقاهم بيدوروا عليه علشان عايزينه يتبرع لقاهم بالنخاع بتاعه مش اكتر فصعبت عليه نفسه وصعب عليها هي كمان بس احترمت خصوصيته وثبته على راحته ولما رجوا على المستشفى لقيت نفسها بتتعب فجأة وكمان بتنزل دم فرحت تعمل الاشاعة ووريتها الروي فصدمها ان كده حصل لها فشل حاد في الكبد او رفض للزراعة اللي حصلت ولازم طبعا تسيب الشغل وتركز على العلاج وعملية جديدة كمان فساعتها بقت مدية قوي علشان حبت المستشفى وشغلها وبقت تعامل زميلها كأنها بتودعهم اما جوزها بقى فكان مالهي مع مامته في مصيبة تانية مامته كانت شارية مبنى كبير كده وكانت باب اسم مراته علشان تهرب من الضرائب صاحبها الخين ده واللي اكيد طبعا تلع نصاب فكده هتضطر تبيع المبنى علشان تعوض الفلوس دي للناس فرح بقى هو يطلب من البطلة تبيع المبنى فقالت له لأ فتعصب عليها وقال لها انه مش بتاعها اصلا فتبردت عليه وقالت له اثبت بقى وقعدت تقول له انها مش ناوية تساعد ابدا الناس اللي استغلوها وان المفروض اصلا المبنى ده يكون من نصبها كتعويض بدل ما يكتب نصبتهم ليها فالبيجح كاي راجل متخلف اصيل قال له وانت يعني سيمتي في ايه انا اللي كنت بشتغل وبجيب فلوس على اساس كانت هي في البيت بتلعب ضمنة فكلامه ده تعبها اكتر ما يتعبينة اما مامته بقى قالت له ايه رأيك تستلف من سيون فزي العبيت رح يقول لها ايه رأيك تستسميري فيها كراجل وبصلها نظرة اليعني مغرية فالت له انت عبيت يلا وما وفقتش طبعا والحمد لله طلع بيتخيل وعنده شوية كرامة فبعدين لسه يتكلم صدمته بمرض مراته فبقى راجع في الطريق قاعد يعاية على كل مرة كان قاسي معها فيها وفي الاخر رح لها يقول لها انه جاهز يتبرع لها فقالت له خليهو لك مش عايزين فبقى متغاز جدا ودغاز اكتر لما عرف ان روي بيعمل تحليل وعايز يتبرع لها وكمان فرح له هو متعصب لقى معاها وساعتها سألوها تختار مين فيهم فقالت لهم ولا انت ولا هو ووسعه كده عايز اركب الموتسيكل ده فشافها متعلقة بيقوي كده رح عايز لها تركب ورا روي وكمان تمسك فيه بعدين حس كده لو اقلها بلدة ده المفروضة غير يعني المهم انه بعدها لما رجع للبيت لقاها راحت ونظفته وعملت لهم اكل كمان يتخزن لدرجة ان مامتو لما شافته عرفت قيمتها همها على بطنها جدا المهم ان كل التضحيات دي خلته اخيرا يوافق على الطلاق وما ضالها على الورقة بس قالها تقبل التبرع بتاعه فوافقت فعلا واللي عمل العملية روي برضو وبعدها انفصله في المحكمة بهدوء وكمان سبلها المبنى بتاع مامتو ده تعمل فيه عيادة لنفسها وكافيه في نفس الوقت فبقت مبسوطة جدا بحياتها دي اما بقى روي فرفضت مشاعره لما قالها وقالت له انها بالعكس فرحونة بالمشاعر دي بس مش عايزة تعيش حياتها علشان المشاعر دي وبس عايزة تعيش لنفسها بقى وحياتها البسيطة واتمنت له كمان يتعرف على بنت تانية يحبها وفعلا بعدها فترة قابل واحدة وحبها فصاحبتها بقيت مضغزة جدا وشايف انه خسارة ما خدش حد من شلتهم اما تشاف اتمنت له السعادة لما عرفت وبقت كل فترة كده تروح للقرية اللي رحتها زمان تقابل المرضى اللي فيها واللي وعدتهم انها تيجي وجتهو ومش هي بس لقى دي كمان بتكلم ابو العيال ييجي وابنها وحبيبته كمان اللي كانت صالحه خلاص وبقيت تخليهم كلهم يساعدوا المرضى فبقوا يتعبوا قوي بالذات طلقها ولكنه كان بيبقى فرحان بالذات بعد محل مشاكله معاها جدا من ساعة الانفصال واعتذر لها كمان ومن بعدها بقى علشان صفة نيته كده بقى مدير المستشفى وساعتها قعد يتخيل مراته وولاده حواليه وفرحانين بيه ولكن كل ده في احلامه مش حقيقي طبعا لانه خسرهم بعد خيانته وده بقى تمن الخيانة فاحذر يا عزيزي لا تبقى مكان انت كمان